إذا قامت إسرائيل بقصف غزة بقنبلة نواوية فسيكون له آثار كارثية جدا على المنطقة وسكانها ستحدث العديد من الخسائر البشرية والتدمير الهائل للمباني والبنية التحتية والمرافق الحيوية قد تعانى المنطقة من نشوب حرائق وتسرب إشعاعي خطير مما يتسبب في آثار صحية وبيئية جسيمة إضافة إلى ذلك قد يتبع ذلك رد فعل عنيف من أطراف أخرى في المنطقة وحول العالم قد يشمل الهجمات العسكرية والردود النووية الأخرى من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى اندلاع حرب إقليمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة هذا السيناريو الكارثي يبرز الأهمية القصوى للحفاظ على السلام وتسوية النزاعات بطرق سلمية ومن خلال الحوار والتعاون الدولي